مساء الخير عليكم ازايكم يا جماعة عمين ايه وحشتوني جدا جدا واتمنى يا رب كلكم تكونوا بخير. ان شاء الله في الفيديو بتاع النهاردة ده هنشرح ازاي بيتم اختراكك يعني ازاي انت حد يقدر يخترقك سواء كان شخص سواء كان شركة تسويق. انت لو فهمت ازاي تمنع اي حد يوصل لبياناتك تأكد مية في المية ان محدش هيقدر يخترقك نهائيا. ركز معي بقى كده في الفيديو ده وانصحك ان انت تسمع الفيديو ده من اول دقيقة الاخر دقيقة والله هتستفاد جدا جدا جدا. كلام اللي انا اقول لك في الفيديو ده صادق صادق صادق. وهي دي الطرق الوحيدة اللي اي حد في الدنيا يقدر يخترقك عن طريقة. قبل ما نبدأ في الشرح كده اتمنى ان انت تعمل اللايك الجميل. مش اخد منك اكتر من ثانية. تنزل تعمل لايك وتطلع تكمل الفيديو. ولو انت لسه مشتركتش في القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس. يلا بينا نبدأ. بيتم اختراقك عن طريق تلات حاجات مفيش غيرهم طالما موبايلك بيوصلوا انترنت. يبقى بيتم اختراقك وارد يتم اختراقك او تحكير موبايلك. وان اي حد يقدر يوصل لجميع بياناتك عن طريقة تلات حاجات دول. اول حاجة ممكن يتم اختراقك عن طريقها هي حساب جوجل. حساب جوجل الموجود على موبايلك اللي كل الناس مهملة في الحساب ده وهو مهم بدرجة كبيرة جدا. طيب تاني حاجة ممكن اختراق عن طريقة هي ايه? البرامج اللي انت بتحملها عن طريق المواقع المختلفة او اي مكان يعني اي برنامج بتاخده من صديق بتاخده من حد بتحمله. هقول لك ازاي برضو البرنامج ده ممكن يختراقك وياخد كل الداتا اللي عندك على الموبايلك. تالت حاجة ودي ما ينفعش تقع فيها نهائيا هي اللينكات. اللينكات دي ايه ده بيبقى عبارة عن اللينك? اللينك ده هو رابط كده بياخدك في مكان تاني. الرابط اللي تضغط عليه هو الرابط القصير. الرابط اللي اوله واخرو دوت قوم. لما تلاقي رابط اوله وتش تي تي بي واخرو دوت كوم اضغط عليه. عادي ده مفيهوش مشكلة. ومتضغطش على رابط اي حد غريب يبعته لك. او ما تعرفوش يبعته لك. اضغط على الرابط اللي انت يعني عارف ان الشخص ده شخص كويس. او الرابط ده يكون رابط موصول. زي ما قلت لك بيكون اخر دوت كوم اخر دوت نت بيكون الرابط رابط قصير مش رابط طويل. انما الروابط اللي بتلاقيها كلها رموز حروف ارقام وتلاقي الرابط طويل ما تتغطش على الرابط ده نهائيا لان الرابط ده تسعين في المية. يما بيكون فيروس بيوصل لجهازك. يما بيكون حد بيحاول يختارك جهازك. ولو انت وقعت في حاجة زي دي من فترة قريبة. كلمني تحت في الكومنتات او تقدر تتواصل معي على الواتساب او الفيسبوك. ونبدأ نحل المشكلة دي مع بعض ونشوف ازا كان انت مخترك او لا. ولو حد قدر يختاركك هقولك ازاي تمنع الموضوع ده نهائيا. نبدأ بقى نتكلم في نقطة نقطة ازاي بيتم اختراكك عن طريق ايميل جوجل. اول حاجة جماعة ايميل جوجل ده بيكون عنده الصلاحية للهاتف كله. هو يقدر يوصل لكل حاجة صورك فيديوهاتك مكلماتك الرسائل كل شيء على الموبايل هو بيقدر يوصل له. طب بيقدر يوصل له ازاي? بيقدر يوصل له عن طريق حاجة اسمها المزمنة. طيب لو انا عايز امنع الموضوع ده كله هعمل ايه? وانا شخصيا يا جماعة انا حازف الموضوع ده انا مانع المزمنة عندي. يعني انا من فترة ريبة حصل مشكلة في الموبايل بتاعي. انا عشان لاغي المزمنة ومش عامل اي نزخة احتياطية على جوجل كل بياناتي راحت. بس انا عندي كل بياناتي تروح ما عنديش مشكلة ومعرفش استعدها تاني. بس محدش يقدر يوصل لبياناتي او لصوري او لفيديوهاتي او لارقامي او لاي شيء. وفي اخر الفيديو ان شاء الله هوضح لك ازاي تلغي المزمنة. طيب ازاي برضو مخترقش عن ايميل جوجل? انا بس بفهمك كده شوية معلش ركز معايا? كل كلمة بولاك هتستفاد. ازاي مخترقش عن طريق ايميل جوجل? محطش ايميل جوجل بتاعي وما استخدموش في اي موقع مهما كان. معملش بي اي مكتبش ايميل جوجل ده في اي مكان على الانترنت. ولا برنامج ولا فيسبوك ولا اي حاجة من دي. مربوطش اكاونت جوجل بتاعي باي حاجة من دي. اعمل يا سيدي اكاونت واتنين وتلاتة واربعة وعشرة في كل البرامج. بس ما تربطش برنامج بايميل جوجل. وده اللي هياخدنا للنقطة التانية اللي هي ازاي بيتم تحكيرك عن طريق البرامج. افتكر ان انا قلت لك ايميل جوجل في البرامج ما تحطوش. نيجي نتكلم بقى عن البرامج. لما تيجي تحمل برنامج من اي مكان او تاخد اي برنامج من اي صديق عندك وبالاخص برامج اللي هي تحكير الواي فاي. البرامج المدفوعة اللي هي ما بتكون بتاخد مسلا برنامج مدفوع زي مسلا مدفوع بس انت بتاخده بصيغة مجانية او بيكون متحكر. ركز بقى في الموضوع ده جدا جدا جدا. لما تيجي تثبت اي برنامج من البرامج دي. اول ما بتعمل تثبيت للتطبيق بيفتح لك قيمة كده في نص الشاشة مكتوب فيها الصلاحيات. مكتوب فيها الصلاحيات. او البرنامج ده يقدر يوصل في موبايلك لايه? طبعا دلوقتي هعرض لكم على الشاشة شكل الصلاحيات او الايكونة اللي بتجي لك دي. انت بعد ما بتثبت البرنامج بتضغط على الايكونة دي موافق 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 او السماح السماح السماح. دلوقتي او احنا سبتنا تطبيق وهنبدأ نفتحه مع بعض. يلا بينا بقى نشوف كده الصلاحيات. عملنا فتحه للتطبيق اهو. التطبيق فتح وكله تمام. بص بقى اول ما اضغط على اي حاجة اهو. مسلا احنا فتحنا الواي فاي اهو. تمام اهو. ايه رأيت بقى في الرسالة دي? هي الرسالة دي هي الصلاحيات. بيقول لك التطبيق ده عايز يوصل للموقع الجغرافي اللي هو يعني التطبيق ده يجيب مكانة كنت في كل حاجة. بتقول له السماح عند استخدام التطبيق فقط ولا رفض. بتقول له السماح. لو انا موافع. طب لو جالك هنا بقى وقال لك انا حايز اوصل ليه مسلا صورك. تطبيق زي ده يوصل لصوري ليه هيعمل ليه بصوري? يبقى ازا التطبيق ده دار. طيب لو هو الصلاحيات اللي طلبها على قد البرنامج بس. او على اساس الحاجات اللي هو هيستخدمها بس. يبقى كده خلاص تمام. لو انت مسلا او انت اخدت برنامج تسجيل المكالمات. من اي حد صديقك او حملته من على انترنت. ولقيت في البرنامج ده وانت بتعمله سماح ان البرنامج ده يقدر يوصل لصورك. طيب نفكر كده مع بعض برنامج تسجيل المكالمات هيعمل ليه بصورك? هو ملوش اي علاقة بيها ولا هو هيعدلك على الصور ولا الكلام ده كله. يبقى البرنامج ده طالما انت عملت له سماح ان هو يقدر يوصل للاستوديو بتاعك او لمعرض الصور اعرف ان كل الصور بتاعتك دي دخلت البرنامج ده او راحت للبرنامج ده. انت عارف مين الادمن بتاع البرنامج ده? عارف الشركة دي ممكن تستخدم صورك في ايه? بتعرف ان صورك دي ممكن تتباع لمواقع تسويق او لشركات تسويق تانية? يبقى انت كده غلطان. شوف البرنامج اللي انت بتنزله هو بيستخدم في ايه? والصلاحيات دي في ايه? لقيت اي حاجة انت ما تطمنتلاش في الصلاحيات او البرنامج ده ماروش شغل عليها اعرف ان هو بيختارك. تمام? وده بيكون في اغلب البرامج المدفوعة في اغلب البرامج المدفوعة اللي انت بتجيبها متحكرة. تمام? انا عشان كده ما بحبش انزل برامج متحكرة غير لما اكون دارسها كويس جدا جدا جدا. طيب لو انا بالفرض نزلت برامج اربطها بايه? او اعمل لها ايه? اعمل لها حساب جديد. لانك لو اخدت اكاونت جوجل عملت بيه البرنامج ده بص بقى ركز بقى معايا في اللفة دي. لو اخدت اكاونت جوجل بتاعك اللي على الموبايل سجلت بيه في البرنامج ده فكل شيء عندك على الموبايل راح فين? راح البرنامج. صلاحيات بقى من الصلاحيات عملت له سماح محطط له السماح. وصل. طيب نفهم من كده ايه? نفهم من كده ان مثلا برنامج زي برنامج الفيسبوك ولا تلاقي اي برنامج في العالم انت هتنزله يا اما بيخليك تربط برقم موبايل اك. يا اما بتخليك يربط بالفيسبوك. يا اما بيخليك تربط بجوجل. يا اما اختيار تحت خالص كده اللي هو انشاء حسابه وتلاقي كتبولك بخط صغير اللي هو مش عايزك تشوفه اساسا. ما تربطش لا بالفيسبوك ولا بجوجل. ما انت فيسبوك حضط عليه كل حاجتك. وسمح له بالصور وسمح له بكل شيء ان هي تكون موجودة. المايك بتكون مسموح به الصور موجود به. تعرف ان انت لو سمحت البرنامج بالاختيار اللي هو بتاع المايك ان ان هو يقدر يوصل للمايك. يقدر يفتح المايك بتاعك في اي لحظة? تعرف الموضوع ده? فانت عشان كده بقولك ما تربطش بالفيسبوك. ما تربطش بجوجل. ما تربطش باكم تليفونك. اعمل حساب جديد. اعمل حساب جديد. واربط باللي انت عايزه. بس ما تربطش بحاجة من التلاتة دول. لان كل ده من الاخر كده زي ما بيقولوا بالمصري منفض على بعضه. تربط ده بدا فكله اتاخد. تربط ده بدا كله اتاخد. فهمت يبقى اول نقطة بتاعة حساب جوجل. وقلت لك في اخر الفيديو. حواليك ازاي تلغي المزامنة عشان ما فيش اي بيانات من عندك. تطلع على الانترنت او تتحفز على الانترنت وحد دي قدر يوصل لها. تاني نقطة البرامج. ودول كانوا نقطتين المهمين اللي احنا بناخدش بالنا منه. النقطة التالتة بقى اللي هي بتاعة اللينكات. اللينكات اللي بتوصلك. ما تحاولش تفتح اي لينكات توصلك. اي لينكات تجي لك يعني ايه لينك? يعني رابط بيكون لونه ازرق. تمام? بيكون في مكتوب. حووف وارقام ورموز وبتلاقي الرابط ده طويل. جازة سطر جنب بعض. ما تفتحش اي رابط من ده. اي رابط تجي لك من اي جهة خارجية ما تفتحاش. لو قال لك اضغط هنا وهتكسب مئة الف جنيه ما تضغطش. لو قال لك في اعلان عن نت انت لو ضغطت هنا هتكسب بايفون ويدخل سحب وكلام ما تدخلش. ما تدخلش لان كل الكلام ده نصب. كل الكلام ده يا جماعة بيتاخد الموضوع اكبر من كده بكتير. في شركات تسويق بتروح تشتري الحاجات دي بملايين. بملايين بتشتري الداتا دي. عشان تقدر تستهدفك صح? لما انا اكون رجل اعمال. واروح. تمام? اروح لشركة تسويق عشان مسلا تسوق لي عن عقارات. فالشركة التسويق دي لما بتشتري الداتا من البرامج دي بتشوف مين الناس اللي مهتمين بالعقارات. وتبدأ تستهدفهم وتبعت لهم. عشان كده لما تفتح الفيسبوك او تفتح اي برنامج بتلاقي الاعلانات اللي بتجي لك هي الاعلانات بتاعت اهتماماتك. لو انت واحد بتهتم بالملابس هتلاقي كل الاعلانات اللي بتجي لك على الفيسبوك اعلانات ملابس. لو انت بتهتم بالعقارات هتلاقي كلها عقارات. تأكد من كده ان انت بياناتك راحت. تأكد من كده ان انت مستهدف. ان حد عرف يوسط لبياناتك. انا لحد هنا اكون خلصت شرحي وفهمتك شوية حاجات عن الهكر والاختراك وازاي بيتم اختراكك. دلوقتي هبايلكم على الموبايل الطريقة اللي تتأكد بيها ازا كان في برنامج حاليا موجودة عندك على الموبايل بي اخترقك. او لا اتمنى يا رب اتمنى يا رب ان انتو ما تبخلوش علي باللايك الجميل عشان الفيديو ده يقدر يوصل لكل الناس. وان انتو لو حابين تفيدوا غيركم طبعا فضلا وليس امرا شاركوا الفيديو ده مع كل اللي تعرفوه على الفيسبوك على الواتساب. الانستجرام. في كل مكان شاركوا الفيديو ده عشان الناس تقدر تستفيد. وحافظوا على نفسكم واخدوا بالكم من نفسكم. واتمنى لو انتو لسه مشتركتوش في القناة اشتركوا في القناة عشان كل الفيديوهات اللي جاية فعلا هتفيدكم جدا 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 ولسه في اكتر من حلقة عن موضوع الهكر والاختراك سواء بخصوص الفيسبوك او الواتساب او كل البرامج اللي بنستخدمها لو عندك اي سؤال سبهولي تحت في الكومنتات هكون ساعد جدا لما الناس بتسألني وبقدر افيدها وبرد عليها. شكرا للناس كلها. ودلوقتي هنروح للشرح على الموبايل عشان تتأكد ازا كان فيه برامج بتتجسس عليه او لا. بص يا سيدي كده وصلي عنابي الطريقة بسيطة خالص اول حاجة هتعملها هتفتح متجر جوجل بلي زي ما عملنا كده. بعد كده هتضغط على صورتك اللي فوق خالص على الشمال دي وبعد كده تضغط على بلي للحماية بلي للحماية هتضغط عليها كده بعد كده هتضغط له فحص هيبدأ هنا يفحص كل البرامج اللي عندك زي ما انتم شايفين. عندي حوالي مية واحد وعشرين تطبيق على الموبايل هو دلوقتي بيفحص كل التطبيقات دي بيشوفها محمية ولا لأ? طب ازاي الموضوع ده? دلوقتي يطلع لرسالة بيقول لي لم يتم العصور على اي تطبيقات درة. يبقى انا كده البرامج اللي عندي كلها سليمة. طيب ازاي بيتم الموضوع ده? جوجل بتشرف على كل البرامج اللي موجودة عندك على الموبايل وبتتأكد ازا كانت هي فعلا صالحة للاستخدام ولا ان هي اكتشفت فيها مشكلة او اكتشفت فيها عقر وبالتالي بتوقفها وبيطلع لك هنا تحذير لو انت عندك برنامج مخترق او برنامج تجسس. كده دي الطريقة اللي انا وضحتها لكم زي ما انتم شايفين واخر حاجة هتعملها تضغط على الترس اللي فوق خالص على الشمال ده اهو تضغط عليه تتأكد ان الاتنين دول مفتوحين مش مقفولين الاتنين دول مفتوحين مش مقفولين اهو لو هنقرأ الكلام ده كده يا جماعة اهو بيقولك يمكن ان تفحص خدمة جوجل بلاي للحماية هذا الجهاز وترسل اليك تحذيرات بشأن التطبيقات الدرة يعني لو لقى عندك تطبيق دار هيبعت لك اشعار الاختيار التاني تحسين رصد التطبيقات الدرة يمكنك ارسال التطبيقات غير المعروفة الى جوجل للتحسين امكانية رصدها يعني الموضوع ده ما حدش هيستخدمه كتير ان هو لو فيه اي تطبيق انت شاكك فيه بتقدر تبعثه لجوجل تراجعه وتقولك ازا كان التطبيق ده كويس او لا ودلوقتي هوريكم ازاي بنلغي المزمنة من على حساب جوجل اللي هو مفيش اي حاجة من الداتا بتاعتنا تترفع على حساب جوجل اول حاجة هندخل هنا على الاعدادات بعد الاعدادات هنا هندور على حاجة اسمها المستخدمون والحسابات ببدأ ادخل هنا على جوجل حساب جوجل هنا وبعد كده بدخل مسلا على الاكاونت ده تمام هي دي الحسابات والمزمنة زي ما انتو شايفين كده الحسابات والمزمنة بعد كده ببدأ الغي كل الحاجات العلامات دي كده بالطريقة دي انا كده بلغي المزمنة كلها كده هتلاقي حاجة اسمها المزمنة ومتوقفة يبقى الحساب بتاعي ده مش هيكون عليه اي مزمنة وما فيش اي بيانات من بياناتي هتترفع على حساب جوجل ده سواء اللي هو بيترفع عليه الصور والفيديوهات الجميل اللي هي رسالة بريد الالكتروني المهام اللي في التقويم تفاصيل الاشخاص اللي هي السجل المكالمات جهات اللي اتصال طبعا معروفة الاسماء التقويم تقويم جوجل الملاحظات اللي انت بتكتبها على الموبايل